اه عربيا بقى بمناسبة الاتحاد الافريقي وقرعد دور الابطال ونظامها الجديد اللي هتقاهل لبطولة العالم للاندية الهلال السعودي تقاهل لكأس العالم للاندية كبطل لاسيا عمل نتيجة كبيرة جدا وقبلنا وفاز وقبلنا ان شاء الله بعد ما فاز على قروا الياباني الثلاثة صفر في مجموعة المباراتين كان الملاحظ امير عبدالله بن مساعد رئيس نادي الشيفلد الانجليزي بعد فوز الهلال بكاس آسيا كتب على تويتر من قيادات الهلال التاريخيين جملة بيحي فيها الاهل ضمنيا لكن برضو ده بيستوقفنا او بيدفعنا نحن نتوقف عند رقم الاهل الاعجازي قال عبدالله بن مساعد اما الاعجاز الاصعب في هذا يضمن ما شاء الله لا قوة الا بالله يضمن 45 موسم متتالي بدون غياب الهلال عن بطولة لاكثر من موسم ما فيش موسم يطلع من غير بطولة ما فيش اكتر من موسم يعني لا ممكن يطلع موسم من غير بطولة بس ما يخد ما يغيبش موسمين ورابعة اه اه فبيقول من يضاهين في ذلك في دول العالم المعتبرة كرويا ليس في البريمير ليج ولا ايطاليا ربما الاهل المصري او برشلونة او ريال مدريد دول التلاتة هي دي مكانتك اللي اعتبر دول اللي قادرين على مضاهات اعجاز الهلال هقول لك على سبيل المضاهة وسبيل الاعجاز والرقم اللي ربط عليه الامير عبدالله بن مساعد فكرة الخمسة واربعين موسم متتالي الدور المصري لما رجع بعد توقف بعد حرب اكتوبر رجع في موسم موسم في الخمسة واربعين موسم دول الاهل ما غابش على منصة التتويج الا مرة واحدة مش فكرة ما فيش موسمين وراء بعض لا هي مرة واحدة موسم الفين وواحدة الفين واثنين الاهل غاب فيها على منصة التتويج فيما عادة ذلك على مدار الخمسة واربعين موسم كل سنة ليك فرحة بل عدة افراح يعني احيانا تاخد السلاسية واحيانا تاخد اربع بطولات لكن ما حصلش ان انت بعدت على المنصة خالص الا موسم الفين وواحد الفين واثنين ده الموسم يعني اللي اتنشلنا في اخر ثواني في المحطات الاخيرة هو موسمين وراء بعض راح مننا الدوري مرة لإسماعيل ومرة لزمالك مرة بتعادل مع المحلة ومرة بالقصارة من ام بي طيب الانتحاد الافريقي كمان اعلن قوام المرشحين لجازة الافضل هيتم الاعلان عنها في الحفل اللي هيقام في الغرداء وده شيء كويس يوم سبعة يناير ان شاء الله المقبل الغرداء هتستضيف حفل اسكر الكاف لإعلان جوائز الاتحاد الافريقي للاحسن خلال العام الاتحاد الافريقي ذكر ان بارح القوائم اللي تم اختيارها عبر متخصصين سواء في الاعلام او في لجنة الفنية ليه وحدد عدد كبير من الاسماء طبعا اسماء اولية لانه بيتم الفرز بينها والتصويت عليها تباعا سواء فيما يخص المحترفين في الداخل يمكن حتى المحترفين في الخارج طبعا فيها محمد صلاح وفيها تريزيجية ضمن المحترفين في الخارج جالزة افضل لعب محلي فيها علي معلول فيها انيس البدري من الترجي فيها فرجاني ساسي التونسي لعب الزمالك فيها محمود علاء لعب الزمالك فيها الطرق حامد لعب الزمالك وعدد كبير من اللعيبة المحترفة في الداخل والمحترفة في بقية الاندية ده كان فيما يخص اللعبة المحترفة داخل القارة ضمن لعب افضل لعب صاعد فيه اكتر من لعب بيتنافس عليها لكن اعتقد يعني انا ملاحظ في قائمة المدرب كريسيان جروس مدرب الزمالك السابق على رأس قائمة المرشح بس يا سيد إبراهيم مؤكد ان نتائج الفرق في البطولات الافريقية بتحط لعبتها ومدربينها في دائرة الضوء فوز الزمالك طبعا بالكونفدرالية خلى ان المدربو يكون موجود ضمن المرشحين وخلى ان برضو لعبته تكون موجودة ضمن المرشحين اعتقد ان غياب الاهل السنة دي مبكرا عن حتى المباراة النهائية يعني ظلم لعيبة كتير عنده شكرا